مشكورين عليه وكمان ده كان ليه تبعية او كمان خبر بالنسبة للاتحاد الافريقي والقوائم قوائم انت عارف اعتقاد الشخصي كان بيبقى ملائم لموسم السسناء اللي احنا مرنا به كمان الاتحاد الافريقي بيفتح بمعنى صح بيفتح بيفتح قيمة الاندية المشترقة في البطولات الافريقية لأكتر من اربعين لاعب هم بيقولوا لحد الادنى 33 اللاعب دي في الفترة الاولى ويضاف كمان سبع لعيبة في القيد التالي في الشتوي هنا بقى تحس ان الناس مهما بنقصوا احيانا على الكاب في بعض النقاط لكن الحقيقة هم عندهم لجنة فنية بجد عندهم مش خيال بقى عندهم اجندة بجد عندهم حد بيفكر تفكير يليق بمكانة القارة الكروية امام العالم وبالتالي هو ارتقى ان جائحة كورونا مفيش كنترول عليها يا رب يعني ارفعها عن البلاد والعباد وفي كل الدنيا وبالتالي انا ليه استنى قرار استثنائي لو استمرت الجائحة في العام 21 يا سيدي ما انا اعمل الفرايتي ده وفي نفس القرار انا باخد مع النادي خطوة بتخلي بيصعد عشر لعبين من قطاعه طبعا لو احنا زي برا والشركات شغالة تستطيع ان تتعاقد ما دمت بتودع يعني ان ما فيش حاجة اسمها قوائم في حاجة اسمها التسجيل وفق انت تستطيع ان تمتلك عقود لخمسين لعب ما دمت تجد مصرفهم ما دمت لا يذهبوا نحو شكوى يعني كابتن هاني من اللعب من عدم وتوافق بقى الاداري بقى في عقود احترافية حقيقية يعني وبالتالي طالما انا ما عندناش الخطوة دي طيب اهو الكاف عملنا الرؤية دي وبالتالي يعني ما اجمل ان انت كنا بنعملها كده لما يجي حد من بتوع القرى الفاهمانين شوية فيقولك ايه وخمسة من قطاع الناشين لكنه بيمررها سرا يعني لا يا سيدي ما تحطها رولز ما فيش اي مشكلة زي ما بتفتح ابواب القيد انت كمان لازم تعد يعني كتيبة الشباب دول دول ما بقول صغار خلاص في عمر السبعتاشر والتمنتاشر نجوم محترف منتخب البرازيل اللي بيلعب هنا منتخب الولمبي معه نجم ريال مدريد رودريجو وبالتالي انت بتتكلم في شريحة هي يعني لو ما احترفش الوقتي ولما بقاش في الفريق الاول دلوقتي خلاص فليذهب الى شريحة اخرى او كاتيجوري تاني يعني ما يبقاش بقى مع الناس اللي هي سكان المنطقة السوداسية مش هقوله الربعية وبالتالي انت يعني خد من ده بقى وده اللي كنت بقوله مع حضرتك نفسنا مرة نترجم يعني ما ناخدش على عطقنا ان احنا هننعمل بحثية في لايحة مثلا يا سيدي ترجم الخمس لوائح الكبار الى اللغة العربية وهو اسهل بكثير خد من الاتحاد الافريقي ما يمكن ان يكون نقلا عنه وطبقه وشيل الاشياء التي لا تناسب مجتمعنا والحاجات اللي بيخوفونا بيها دي صحيح محدش قال غير كده محدش قال نقامر محدش قال يعني بقى فيه اعلانات خموري بقى فيه اعلانات يعني للسجارة والدخان وكذا يا سيدي شيل كل ده وهات الباقي انت انت ليه عايز تعمل الجماعية عشان تفكر في لايحة بينما اللي وايح تب اختراعها احنا عايزين يعني مش هناخترع العجلة المثل العظيم ده احنا عايزين نسوق العجلة زي كل الناس اللي بتعرف تسوق عجل كويس صحيح